رمضان شهر عبادة وعمل الحمد لله رب العالمين القائم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمن فضل الله عز وجل على عباده أن جعلهم مواسم للخيرات تتوالى فيها النفحات وتتنزل فيها الرحمات ويتضاعف فيها الأجر ويعظم فيها الثوال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعلّا حدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا وإن من أعظم هذه المواسم شرفا وأكثرها بركة وفضلا شهر رمضان المبارك سيد الشهود وأعظمها وأيامه خير الأيام وأفضلها ولياليه أصفى الليالي وأكثرها ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم الرمضان ويبشر أصحابه رضوان الله عليه بهذه الملحة الربانية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرب خيرها فقد حرب ولقد كان صحابة رضوان الله عليهم يدعون الله تعالى أن يبذغهم رمضان وأن يعينهم على إحسان العمل فيه يقول ابن رجب رحمه الله لقد كان كثير من الصالحين رحمه الله يدعون الله ستة أشهر أن يبذغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم ويقول يحيى ابن أبي كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقيت درجة الأولى قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين فقال يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم لما رقيت الدرجة الأولى جاءني غبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أضرف رمضان فانسلق منه ولم يغفر له فقلت آمين ونحن نستعد استقبال هذا الضيف الكريم بعد أيام قليلة فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ونقتدي بهم في عبادتهم وعملهم في هذا الشهر المبارك فينبغي المسلم استخدار النية وتجديدها فبها يتفاوت العباد عند الله عز وجل لأنها سر قبول العمل حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو المرأة يتزودها فهجرته إلى ما هاجر إليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمد ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفف ولا يسخر فإن سيبه أحد أو قاتله فليقول إن امرئ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما ينبغي للمسلمين في شهر رمضان الإكثار من الطاعات ومن الأعمال الصالحة والالتزام بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان يفعله كتعجيل الفطر وتأخير السحور حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وآخروا السحور ويقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة كما ينبغي عدم تنسراف في الطعام والشراب قال تعالى وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ويقول صلى الله عليه وسلم ما مدى آدمين معاء شرا من بطل بحسب ابن آدم أقلات يقن ظلمة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وما أجمل أن يستشعر للأغنياء حاجة الفقراء في هذا الشهر فرمضان شهر الجود والكرم والعطاء شهر يتجسد فيه معنى الرحمة والرعفة والعطف على اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين بكل صور التكافر فيكون ذلك سبباً في إدخال الفرحة والسرور عليهم تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وخاصة في رمضان فعن ابن عباس رجل الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه ببريد وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فإذا بسهر القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجوداً بالخير من الريح القرسلة في هذا الشهر الكريم وليس بالك موقوفاً على النفقة فحسب بل معناه أوسع من ذلك فيشمل البر والصلة والتعاطف والتواد ورعاية الحقوق والواجبات كما ينبغي أن يحرص المسلم على كفرة العبادات ككراءة القرآن وتذكر معانيه وصلاة القيام حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القبر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أحمل مسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عيز المسجد عن أهله حتى غرك لصلاة الصهر فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعده فإنه لم يقف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ثم رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أن يجمع المسلمين على قارئ واحد فعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصل الرجل لنفسه ويصل الرجل فيصلي بصلاة الرهد فقال سيدنا عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل بمعنى أفضل ثم عزم فجمعهم على سيدنا أبي بن كع رضي الله عنه حرصا منه على إقامة سنة القيام ووحدة المسلمين على أن الصيام الحقيقي هو الصيام عن سائر المعاصي والذنوب والآفان فكم صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش يقول صلى الله عليه وسلم رب صائم حبه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حبه من قيامه السهر ويقول أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حادة في أن يدع طعامه وشرابه وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن المحارم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقارم وسكيلة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواه فليحرص المسلم أن يكون صومه صوما حقيقيا حتى تتحقق فمرته المرجوة من صيامه وهي تقوى الله عز وجل وعلينا أن نعلم أن شهر رمضان المبارك هو شهر الجد والاجتهاد والعمل فلا يقل جهدنا وعملنا في رمضان مقارنة بغيره من الشهور تحت دعاوى الإرهاق والتعب فكثير من الناس يركزون إلى الخبول والكسر ويؤثرون إلى النوم في نهار رمضان مما يتسبق في تعطيل مصارح الناس في هذا الشهر الكريم وهذا كله مخالف مخالف لطبيعة الصيام ومخالف للصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والحكمة من شرعه وهي التقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عن الذين في قبلكم لعلكم تكتبون فالتقوى لا تتحقق بالكسر والخمور وإنما تتحقق بمزيد من العبادة والعمل والإخلاص ومراقبة الله عز وجل وإذا كان من أخص صفات الصارح هي المراقبة لله عز وجل فإن بعدك يقتضي مراقبة الله عز وجل في الوفاء بأحق العمل فالذي يراقب صلاتك وصيامك وإمساكك عن الطعام والشراب هو هو من يراقب وفاءك بحق العمل أو تفلتك منه وتقصيرك في حقه وإذا كان من أهم ما يجب أن يحرص عليه الصائد أكل الحلال واستجابة الدعاء فعليه أن يدرك أنه إذا أخذ الأجر ولم يؤدي حق العمل فإنه إنما يأكل زحتا وحراما لأنه يكون قد أخذ أجرا بلا عمل أو أخل بالعقد والعقد والشروط التي يطلبها العمل سواء أكان بالك عملا حقوميا أم خاصا أقول قولي هذا وأستغفر الله لوله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإسلام إن العمل والعبادة صنوان فالعبادة عمل والعمل الخالص لوجه الله تعالى عبادة لا ينفصل وحده ما عن الآخر قال تعالى أقول اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم لما كنتم تعملون والمتأمن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرامة بعده وفي التاريخ الإسلامي كله يرى أن شهر رمضان هو شهر العمل والإنتاج بل إن كثيرا من انتصارات المسلمين جاءت في هذا الشهر المبارك فهو بحق شهر الانتصارات والذتوحات ففيه كان النص في بذل الكبرى التي كانت معركة فاصلة بين الحق والباطل حيث أكرم الله عز وجل المؤمنين بنص من عنده على قلة عددهم وعدتهم قال تعالى ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أبلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وفي رمضان كان فتح مكة الذي كان فتحا عظيما أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخزى الشرك والمشركين وفي العصر الحديث كان انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر الذي وفق الله مصر به أن استعادت أرضها وكرمتها وكان شعار الجندي المصري الله أكبر مع الصيام والقيام والقرآن والبعاء الصادم فكان النصر المبين وطرب الممتدين دفاعا عن الدين والوطن والأرض والعرض وكان درسا عمليا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مصر وعلى أهلها فما أحرانا أن نستعيد نوح عمضان في كل مجالات حياتنا لتحقيق النصر وتعزيز أركان الحق والعدل وحماية الأرض والعرض والكرامة وحتى تستعيد أمتنا مكانتها ومهابتها بين الأمم والشعوب ولا يكون ذلك إلا لتوحيد الصف وجمع الكلمة والالتفاف حول هدف المواحد بمزيد من الجد والاجتهاد والعمل ومبل الخير للناس جميعا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا مضان وتقبله منا يا رب العالمين وحماية الأرض